السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله اليوم سريعا ستحدث عن شيء مؤخرا في العيادة الفحص الذي يسمى الفوت برند أو فحص حسية الأكل لأن بعض الناس لا يوجد مشاكل في البطن أو انتفاخات أو ألام أو تقلصات وبعدين يطلب من أن يفعل الفحص لأنه لديك حسية من أي أكل وبعدين نبطر الأكل في نرتاح هذا الفحص ليس فحص تجاري لحد كبير جدا لا يوجد أي بيز أو أساس علمي محترم لكي نأخذ به سواء إحنا أو زملائنا طباء المناعة فأنا لا أنصح إطلاقا بعمل هذا الفحص لأنه لا يوجد أي أساس علمي هتجد في بعض مرد يقول لي أن أعملت الفحص وعندي حسية من أكلات معينة ولما بطلتها ارتحت أقول لي حرارك لا أنت ليس بموضوع حسية أنت في الأغلب عندك قلون عصبي وفي عندنا شيء اسمها الفودماب دايت اللي هي الأكلات اللي ممكن تزود عرض القلون العصبي ودي حياة كتير قوي 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 لست طويلة يعني ممكن حرارك تكون بطلت حاجات قردي منها بالتالي أنت تحسنت ليس بموضوع لديك حسية فأبو لان علي أقول المرة الثانية الفحص دا فحص غالي ومالوش أهمية كلينيكية وماتيش عليه أي افيدنس أو دليل علمي قوي يخلينا نستخدمه في تشخيص أو علاج المرضى اللي بيعانوا من أي أعراض في البطن والدوت مسلمين إن شاء الله والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقرة ولكن ترجمة نانسي قنقرة سجد